السجن من 12 إلى 18 عام لسوريين أحرقها محل حلاقة عمدا في اشتايا مارك وخاص بالموضوع نفسه جاء من ألمانيا السجن 6 سنوات لسوريا حاول اغتصاب فتيات في فين بالله لو سمحت حطه بس حطه على صورة المحل المحروق بس هيك بشعاله يطلع على الصورة عشان بالكنترول تطلع الصورة حط على أيوة أيوة عطونا أيوة عطونا هيك الصورة يعني شوفوا بالله اللي اللي عم يسمعنا يعني يتفرج يتفرج على هاي الصورة قديشها جميلة وقديشها معبرة وقديشها لطيفة يعني شي 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 رهيب بصراحة شباب حرقوا محل حرقوا محل أم حرقوا بناية تسببوا بأضرار تصل لمليون يورو كانوا رح يتسببوا بمقتل ووفاة ثمان أشخاص أستاذ ممدوح يعني ما فيما جاءنا نحط الصورة ممكن هذا الكلام ولا ممكن تمام أيوة احنا بس بهمني نحط الصورة حتى اللي اللي عم بيشاهد انه يشوفها هاي الصورة طب هي طبعا موجودة من ضمن الأخبار اللي موجودة عندنا نعم 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 أيوة طبعا امني حارفنا طبعا مش الحال فشوف لاحظ معي هاي الصورة شوف اللي عم يشاهدنا شوفها الدمار شوفها الدمار شوفها التخريب شوفها الكراهية هذا الموجودة عند هذا الشخص السوري ولا غير سوري بغض النظر نحن عم نناقش الحالة اللي قام بهذا العمل التخريبي شاب احنا طبعا اتصلوا فينا أشخاص وكانوا شهود على الحادث تذكر ناقشنا الخبر قبل أشهر وقدموا لنا شهادتهم أنه نعم بيشهدوا أنه فعلا كان فيه أشخاص يشتغلوا تجارة مخدرات وتهريب بشر وإضافة لذلك عم يطبعوا بمبلغ تأمين قيمة 30 ألف يورو عم حرقوا بناء كامل بسبب حالة الجشع الموجودة بمجتمعاتنا بحتيال بسبب حالة الإرهاب بسبب حالة التطرف الموجودة شو هاد يا راشل يا راشل شو هاد طب إيما تطب من أنه نحن مثلا في خبر زي ده من النمسا ميديا أنه أنت تعمل يتقول مين العمل ما عارف يعني الناس بديانه هيك خبر لو ما نحكي فيه هذا إرهاب ممنهج هذا تطرف واضح هذا حالة وعقد نقص موجودة عن هذه المجتمعات هذه حالة جشع يجب الدوس عليها حالة الجشع اللي موجودة بالمجتمعات الشرقية اللي بترجم وبتطالعنا هذا المشهد الكارثي وهذا حالة الانفجار وحالة هذا الدمار هاي حالة يجب أن يطوء كل سوري بقدمه وأن يدعس عليها ويدعس على كل من يروج لها وكل جشع وكل جشع يفكر بهذه الطريقة هذا نهايته 18 سنة بالسجن وشاب عمره 19 سنة أعتقد 12 سنة بالسجن والحكم والمحكم الماء عجب الحكم قالت لك بدي استأنف النيابة النيابة نعم النيابة ما عجب الحكم قالت لك بدي استأنف بنروح على الخبر الآخر ستازم بنتروح شو بقلك شو بقول الخبر الثاني شاب سوري جاء من ألمانيا شو بدي يساوي الأستاذ جاي يعاكس بنات وبدو يعتدي على بنات كمان انحكم بالسجن كمان انحكم بالسجن ست سنوات ست سنوات ونصف اعتدع على بأوكرانية بالفيسبان هوف واعتدع على واحدة نيرويجية بالهاوتبان هوف شو هاد يا راجل شو التطرف شو عقد هالنقص هاي الموجودة هاي الفضلات السورية يجب على كل سوري أن يلفظها هؤلاء عبارة عن فضلات هؤلاء ليسوا أكثر من فضلات كل من يدافع عن هؤلاء الفضلات أو يحاول أن يحاول أن يحامي عليهم أو يتغاضى عن هذا التصرف المتطرف الذي يقوم به العديد من السوريين يجب أن يتعامل معاملة الفضلات هؤلاء زبالة سوريا زبالة سوريا يجوا لهون على أوروبا وبدون يترجموا عقد النقص لكم ولكن الحمد لله أنه في قضاء نمساوي وفي محاكم واحد ارتمى 18 سنة والتاني 12 سنة وهذا ارتمى 6 سنين ونص وبتستاهلوا أكثر من هيك نعم المفروض أن أخبار زي دي المفروض يكون هناك انتفاضة وهذا تصرف يجب على كل سوري أن يدينه وأن يروجه وأن يعتز أنه كما اعتقال هذا هذا الشخص النكرة الموجود بهذا المجتمع غير هيك اسمها اسمها عبط وهبل وجنان وقفز للأمام والتغاضي على أنه يوجد أشخاص سيئين منها السوريين يقومون بهذه التصرفات المتطرفة والإرهابية طبعا الحالات دي يجب طبعا اختلعها من المجتمع للأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر